لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كل طعامك أيها الكلب الأليف أخي سعد اقتناء الكلب في البيت ممنوع شرعا أخبرني والدي أنه لا يزوز اقتناء الكلب محبة وهواية أما إذا كان لأجل حراسة فلا بس آها أديك سأمسك به توقف تعال إلى هنا ماذا بك أخي أنس لا تفعل ذلك سأمسكك قف يا أنس أترك الديك لا تمسكه والآن أين ستهرب أخي أنس توقف أرجوك إذاء الحيوانات وتعذيبها سيء جدا أخي سعد لماذا اقتنيت الديك الأبيض إن الديك الملون أجمل بكثير أخي أنس الديك الأبيض له فضل وقد ورد في الحديث الشريف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الديك الأبيض فإن دارا فيها ديك أبيض لا يقربها شيطان ولا ساحر ولا الدويرات حولها وهذا ما ورد في المعجم الأوسط حسنا أخي سعد أريد أن أذهب وسنلتقي فيما بعد حسنا أخي أنس في أمان الله وداعا لا ينبغي رمي الجزرة هكذا من ارتكب هذا الفعل هنا أخي ديك من ارتكب هذا الفعل ماذا أكلوا بعض الخبز المقطع ورميوا بعضه في الطريق من يستطيع أن يفعل هذا الحراسة والمراقبة هي وظيفتك وليست وظيفتي ولا تفوض هذا الأمر إلي ولا تجربهماي على الإطلاق وليس لدي وقت للقيام بهذه الأمور التافهة ما فهم إذن أنت لم تفعل ذلك حسنا لا بأس أيتها البطة هل تعرفين شيئا عن هذا لا لا أدري عنه إذن من يستطيع فعل ذلك سعدية هذا الخبز المقطع أنت من رميته لا يا أخي سعد لماذا أرميه خارجا بل إني أتفكر من فتح كيس الخبز المقطع هنا وأطلفه هكذا من ارتكب هذا فقد أخطأ خطأا كبيرا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكرم الخبز فإنه من بركات السماء والأرض وقد ورد هذا الحديث في الجامع الصغير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أختي أختي استيقظي ماذا حدث لك؟ نعم فقد صار الوقت متأخرا من الليل أختي أريد الماء أختي أختي عافية ماذا حدث لك؟ ماذا تريدين؟ أريد الماء حسنا سآتي لك به عافية إذا كنت مختبئة في مكان ما فخرجي عافية نعم نعم أختي هل تنادينني؟ إذا كنت أنت هناك فمن هنا؟ أين تقصدين؟ لا لا شيء خذ الماء واشربيه من هناك؟ فأر أين هو؟ أين ذهب؟ لقد هرب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله أستغفر الله ماذا تفعلين يا أختي؟ أخي سعب لا شيء لماذا هكذا ترمينا خبز على الأرض؟ ألا تعلمين أن رميه هكذا على الأرض خلاف للأدب مع الرزق؟ أخي سعد هذا لا أحب أكله ولكن يا ابنتي هذا لا يعني أن تقومي برمي الخبز هكذا على الأرض؟ هيا أعطني إياه مهما كان يا ابنتي لا ينبغي إضاعة الخبز ولا يجوز رميه بهذه الطريقة أبداً فقد ورد في الحديث الشريف أكرم الخبز فإنه من بركات السماء والأرض الجامع الصغير الصفحة الثامنة والثمانون أبي لقد أخبرني أخي سعد أيضاً بهذا الحديث الشريف أحسنت هكذا ينبغي علينا أن نخبر صغارنا عن هذه الأقوال الحسنة ونحفظهم إياها لبيك أبي كما أنت حفظتني إياها حسناً تعالوا لنحفظ هذا الحديث الشريف أكرم الخبز أكرم الخبز فإنه من بركات السماء فإنه من بركات السماء والأرض والأرض أحسنتم أكرم الخبز فإنه من بركات السماء والأرض لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله